اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي أن استعادة الأمن بشكل كامل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية يمكن أن يبدأ عقب مباشرة البعث الأممية عملها وحذر زيلانسكي من عدم وجود تعليمات في أي محطة للطاقة النووية في العالم تنص على إجراء أن يتبع إذا حولت دولة محطة للطاقة النووية إلى هدف في الأزمة الأوكرانية التي يقف العالم عاجزا حتى الآن عن حلها يبدو أن كل أوراق الضغط السياسي أو العسكري باتت متاحة لاستخدام حتى وإن تخطى نطاق تأثيرها المستوى المحلي زابوريجيا المحطة النووية الأكبر في أوروبا والواقعة في أوكرانيا تسيطر عليها حاليا روسيا بخمسمائة جندي وخمسين قطعة من المعدات العسكرية الثقيلة في ظل استمرار عمليتها العسكرية في أوكرانيا ومخاوف من كارثة نووية جديدة شبيهة بما حدث في تشيرنوبل ضربات عدة استهدفت خلال الفترة الأخيرة محطة زابوريجيا النووية وفجرت سيلا من الاتهامات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا وموجة واسعة من التنديد والتحذير المشوب بالخوف أيضا لا سيما من الدول المجورة لأوكرانيا وأبرزها بولندا الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قالت إن ضربات روسية أدت إلى إلحاق أضرار بوحدة ضخم بالمحطة وتدمير جزئي لإدارة الإطفاء المسؤول عن أمن محطة الطاقة النووية بينما اتهمت روسيا القوات الأوكرانية بالوقوف وراءة الكضربات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر من أن قصف محطة زابوروجيا نووية قد يفضي إلى كارثة واسعة النطاق يمكن أن تؤدي إلى تلوث إشعاعي لمساحات شاسعة من الأراضي وشدد الرئيسان على أهمية إرسال وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة في أقرب وقت ممكن وهو ما قابله بوتين بتأكيد استعداد روسيا لتزويد مفتش الوكالة بكافة سبل المساعدة اللازمة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش بدوره حذر من عملية انتحار نووي في زابوروجيا مشددا على ضرورة إخراج السلاح والعسكريين من المحطة التي لا يحتمل الوضع بها المجازفة بخطوات ستكلف موسكو وكييف فطورة باهظة على كافة الأصعدة وسيدفع ثمنها العالم بأسره أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيا صداد دفاعات الجوية صاروخين أوكرانيين فوق مدينة ميليتوبال التي تسيطر عليها القوات الروسية وأضافت سلطات زابوروجيا أن أكثر من 500 مبنى بينه مدارس ومستشفيات تضررت جراء قصف القوات الأوكرانية على المدينة إلى ذلك قالت سلطات زابوروجيا أن المنطقة تصدر ما يصل إلى 7000 طن من الحبوب يوميا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أعلنت وزارة دفاع روسية مقتل مئة مسلح في محيط قرية أندريافكا بقى إقليمي خاركاب نتيجة لضربة جوية روسية على مواقع قتالية أوكرانية وفي بيان لها أضافت الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 13 صاروخا استهدفت المنطقة المحيطة بمحطة كاخوفسكايا للطاقة بإقليمي خرصون وأضافت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت المواقع القتالية لكتيبة الدبابات التابعة للواء الميكانيكي الأوكراني 28 بمنطقة نيكولا عيف وكذلك الكتيبة رقم 212 التابعة للجيش الأوكراني فضلا عن تدمير دبابتين وسبع مركبات خاصة أوكرانية أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم ميخايل أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية وطلب حاكم سيفاستوبول سكان المدينة بالتزام الهدوء ودعم الجيش الروسية في السياق ذاته قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسية إن أوكرانيا والغرب يتحملان المسؤولية الكاملة عن تعطيل الاستعدادات للعملية الدراسية في أوكرانيا أعلنت قوات دونتسكا أن وحدة تابعة للقوات الأوكرانية استسلمت بأكملها في منطقة زانتشيفو وأوضحت قوات دونتسكا أن الوحدة التابعة للقوات الأوكرانية التي كانت منتشرة في زانتشيفو أرسلت طلبا لوقف المقاومة وقررت تسليم أسلحتها طوعية وأكد البيان أن مواقع الوحدة الأوكرانية أصبحت تحت سيطرة قوات دونتسك قالت الأمم المتحدة إن مركز التنصيق المشرك المشرف على عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية منح الإذن بمغادرة سفينتين جديدتين اليوم من ميناء تشورن موسك الأوكرانية وأوضحت الأمم المتحدة في بان أن إحدى السفينتين تحمل ستة ألاف وثلاثمائة طن متري من زيت عباد الشمس فيما تحمل الأخرى خمسة وعشرين ألف طن متري من القمح مشيرة إلى أن فرق التفتيش كانت قد أنهت أمس عملياتها على ست سفن تجارية إضافة إلى أربع سفن مغادرة أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن إجمالية قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا في ظل إدارة الرئيس جو بايدن تجاوزت العشرة مليارات دولار وبشأن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا والبالغة قيمتها سبعمائة وخمسة وسبعين مليون دولار قال بلينكين أن الحزمة الجديدة تتضمن أسلحة وذخائر ومعدات إضافية استخدمتها القوات الأوكرانية بشكل فعال للغاية ضد روسيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة أعلنت الولايات المتحدة تخصيصها لأوكرانيا تصل قيمتها إلى سبعمائة وخمسة وخمسين مليون دولار وفقا لمسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية بنتج فإن المساعدات الجديدة تشمل سواريخ دقيقة وأسلحة مضادة للدروع وطائرات استطلاع مسيرة ومدفعية ومعدات لإزالة الألغام بما يمكن أن يعزز الهجمات الأوكرانية وتأتي هذه الحزمة التاسعة عشر من المساعدات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في وقت تظهر فيه المعارك استخدام القوات الأوكرانية لأسلحة دقيقة موجهة زودها بها الغرب بهدف تنفيذ ضربات في مواقع بعيدة وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة سواريخ لأنظمة هيمرس التي يستخدمها الأوكرانيون لضرب مستودعات الأسلحة الروسية وسواريخ هارم جو أرض المضادة للرادارات كما تشمل أيضا 15 طائرة استطلاع مسيرة من طراز سكاي إيجل وألف صاروخ جفل مضاد للدروع وألف وخمسمائة صاروخ تاو ومدفعية جديدة مع ذخيرة وبحسب المسؤول الأمريكي تسعى واشنطن لضمان أن يكون لدى أوكرانيا خط إمداد مستمر لتضفق الذخيرة بما يلبح دياجاتها ورغم الإمداد العسكري المستمر لأوكرانيا أقر المسؤول الأمريكي بعدم إحراز الكوات الأوكرانية أي تقدم كبير إضافة إلى استمرار تكبوتها خسائر جسيمة جراء القصف الروسي وصف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو دعوات منع إصدار تأشيرات للروس لدخول للتحاد الأوروبي في إطار العقوبات ضد روسيا بسبب عملياتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا بأنها مظهر من مظاهر السياسة النازية وكان شويجو قد أكد أن قرار إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا جاء بسبب التهديدات غير المقبولة لأمن روسيا التي شكلتها السلطات الأوكرانية وقال شويجو في كلمة خلال المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الفاشية إنه على مدى ثماني سنوات ارتكبت كياف جراء مصارقة ضد مواطن دانتسك والوهانسك مضيفا أنه في الوقت نفسه بدأ حلف شمال الأطلسي احتواء أوكرانيا مما خلق تهديدات غير مقبولة لأمن روسيا توعدت الخارجية الروسية برد مناسب على إعلان رومانيا طرد أحد موظفي السفارة الروسية في بوخارست كشخص غير مرغوب فيه وإبلاغه بضرورة مغادرة البلاد في غدون أسبوع وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زخاروفا إن بلادها سترد بالطبع وبشكل مناسب على قرار بوخارست وضافت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية أن رومانيا أعلنت أن الدبلوماسية الروسية شخص غير مرغوب في ذرائع وهي أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتارش أن تصدير الأسمدة والحبوب من أوكرانيا أمر ملح جدا لمساعدة سكان العالم وتفادي ارتفاع أسعار الغذاء وعشر جوتارش إلى شحن أكثر من خمسين ألف طن من الحبوب حتى الآن من الموانئ الأوكرانية داعيا إلى تعاون الحكومة والقطاع الخاص لإعادة الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية دكرت مصادر يابانية أن توكيو تتمسك بمصالحها في مشروع سخالين اثنين لدولة نفط والغاز وسط توقعات بإبرامي شركتين يابانيتين رئيسيتين للطاقة عقود شراكة مع روسيا حول المشروع ونقلت وكالة أنباء كيو دو اليابانية عن المصادر قولها إن المشاركة المحتملة لشركة جيرا وهي شركة مولدة للطاقة ومقرها توكيو وشركة توكيو للغاز ستساعد اليابان في شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا يشار إلى أن روسيا أسست شركة جديدة هذا الشهر للسيطرة على عملية الموارد الطبيعية بمنطقة الشرق الأقصى بالبلاد بعد خروج شركة شل النفطية البريطانية بسبب الأزمة الأوكرانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة